نتحول ليزا منا كريم بيبرس من أمام معبر رفح ونتابع معاه آخر التطورات الخاصة بدخول المساعدات الإغتية والطبية لقطاع غزة عبر معبر رفح إليك كريم صباح الخير عليك صباح الخير يا محمد صباح الخير على كل المشاهدي صباح الخير يا مصر فعلا في سريان اليوم الثالث من الهدنة اللي تم إبرامها بالفعل بجهود مصرية دبلوماسية قوية جدا وشراق القطرية والولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة النهاردة تالت يوم وما زالت الشاحنات يمكن من ورايا دلوقتي وأنا بتكلم معاكم لسه ما زالت بتستمر في الدخول عبر بوابة معبر رفح المصرية خلينا لكم أن الحقيقة بوابة معبر رفح المصرية لم تغلق من قبل وكان مازالت الشاحنات بواقفة أمام المعبر كانت دايما متوجودة إما في العريش أو في الشيخ زوايد أو في الرافح مكان منا موجود دلوقتي قدام البوابة بالضط لكن طبعا بعد الهدنة والاتفاق اللي كان بيتكلم على 200 عربية أو 200 شاحنة في اليوم الحقيقة إن بيدخش عبر بوابة معبر رفح أكتر من 200 شاحنة لأن القوات الاحتلال مش بس بتعرقل دخول الشاحنات دي لقطاع غزة لكن كمان في بعض الأحيان بترجع شاحنات كاملة لأنها قررت إنها مش مناسبة من وجهة نظر عشان كده الشاحنات بتفضل مستمرة طول الوقت لكن كمان الشاحنات دي مش بس مواد غذائية وإغافية ومستلزمات طبية دي اللي بتتحرك بالفعل من ورايا دلوقتي لكن كمان في الشاحنات الخاصة بالوقود وتحديدا السولار والغاز أول يوم دخل سبع شاحنات للغاز ولي السولار مبارح برضو سبع شاحنات للغاز والسولار دخل أربعتاشر شاحنة ودلوقتي وأنا بتكلم معاكم كمان برضو متوقفة منتظرة دورها إن هي تعدي للناحية التانية بتكلم على أربعتاشر شاحنة وفي حواليا دلوقتي ست شاحنات بالفعل منتظرة دورها إن هي تعبر الناحية التانية لكن كمان الهدنة مش بس بتقتصر على دخول الشاحنات والوقود والغاز لكن كمان جزء منها هي تبادل صفقة الأسرة يمكن أول يوم تمت الصفقة بسهولة ويسر وطبعا تم التبادل في المعاد المتفق عليه لكن مبارح هي قوات الاحتلال زي ما بتعرقل دخول الشاحنات وتوقف دخول المساعدات كمان كانت حاولت إن هي توقف صفقة التبادل للأسرة مبارح وأخرتها جدا وتعللت إنه دي لأسباب فنية من وجهة نظرهم وفضلهم عطرين الموضوطة يمكن لحد تسعة أو عشرة بالليل وكمان ردت عليها الفصائل الفلسطينية وتحديدا حماس وقالت إن هي كمان هتوقف يعني إخراج المحتجزين أو الأسرة اللي لديها لحد لما قوات الاحتلال تلتزم بالاتفاق المبرم وهو إنه هو يخرجوا من سجون الاحتلال الناس اللي بقى لها كتير جدا في السجون أول بالأقدمية الأقدم هو اللي أحقية في الخروج خلينا نأكد على إنه اللي بيخرجوا كلهم إما نساء أو أطفال تحت تسعتاشر سنة كل دول كانوا داخل سجون الاحتلال كمان وأنا بتكلم معاك ودلوقتي الحقيقة يمكن عدد كبير جدا من الشاحنات بيعدي بالفعل بنتكلم كمان على إنه إحنا قدام بوابة معبر رفح المصرية بالضبط لكن البوابة مقسومة لناحيتين الناحية اللي بتعدي على طول ناحية من بعبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني مسافة تقريبا خمسمائة أو ستمائة مت لكن كمان عشان العربيات دي تخش بتخش فيه مدخل تاني على جانب المعبر بتخش منه يمين بتتحرك حوالي خمسة واربعين كيلو لحد معبر العوجة بيتم تفتشها من قبل قوات الاحتلال بتاخد تقريبا من اتناشر ساعة لمدة يوم كامل بتتفتش بعد كده بترجع تاني خمسة واربعين كيلو تاني لحد معبر رفح الفلسطيني عشان يقدر الهلال الأحمر للفلسطيني إن هو يتسلم الهلال الأحمر الفلسطيني قال إن هو تسلم لحد الوقتي أكتر من مية وتسعين شاحنة دخل منهم بالفعل ستين شاحنة لشمال قطاع غزة شمال قطاع غزة هو اللي كان عليه خلاف كبير ما بين يعني فصائل الفلسطينية والقوات الاحتلال بإنهم منعوا في الأول دخول الشاحنات لشمال قطاع غزة لكن مبارح قدرت الحقيقة المجهودات الكبيرة اللي تم بذلها إن هو يخش أكتر من واحد وستين شاحنة بالضبط ووصلوا لي قطاع غزة محملين فيه المستفزمات الطبية والمواد الغافية وكمان الأغذية وكمان شاحنات الوقود والسولار وصلت بس لحد جنوب غزة ووسط غزة وتحديدا مدينة غزة في وسط قطاع غزة دي يمكن أهم الحاجة المتعلقة بالمواد الغذائية لكن كمان الحقيقة اللي بتخش للقطاع غزة لكن كمان خلينا أقول لكم إنه الحقيقة إنه على مسافة ما بين بوابة معبر رفح المصرية ومدينة العريش والرفح والشيخ زويت في مئات من الشاحنات متوقفة ومئات دي حقيقية يعني مش عشرات لا مئات الشاحنات متوقفة على اليمين وعلى الشمال من الطرق الشاحنات دي بتيجي من القاهرة بتيجي من المحافظات المختلفة بتيجي بعد القافلة اللي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من يومين وكمان القافلة اللي كان أطلقها صندوق طاحية مصر كنتكلم على التحالف الوطني الواحد ويتكلم على خمسمائة أكتر من خمسمائة سبعة وسبعين عربية بالفعل أو شاحنة اتحركوا وفعلا وصل منهم مئات الشاحنات بيتم بتخزينهم أو بيوقفوا في الطريق أما في مخازن الهلال أحمر أو بيوقفوا دلوقتي خشان الهدنة طبعا بيتحركوا على طول على بوابة معبر رفح المصري وفي مكان جي حوالين المعبر بتصف فيه الشاحنات مئات الشاحنات الحقيقة كانت متوقفة ده كمان بجانب الحقيقة انه مطار العريش الدولي لسه بيستقبل كمان يعني المساعدات المختلفة ويتم نقلها عبر الشاحنات برضو وبتتحرك على بوابة معبر رفح المصري بتحرك من أول بتوصل لحد المخازن والمخازن المتطوعين اللي شغالين بقالهم أكتر من خمسين يوم متواصل حقيقة سواء في العريش أو القاهرة أو الشيخ زويد أو حتى في محافظات المختلفة الحقيقة ان هم كلهم بيتعاونوا سواء علشان الحاجة تقصد توصل في معادها وعلى قدر الامكان لكل الناس وكل السائق الشاحنات اللي بقوا قاعدين مرابطين هنا يمكن بالتلاتين يوم والعشرين يوم قاعدين منتظين دورهم بس علشان يعدوا الناحية التانية بيبضلوا موجودين وبنتكلم معهم يقولك احنا مستعدين نبضل هنا طول العمر عشان نقف مع فلسطين الحقيقة ان الهدنة كمان كان لها جانب مهم جدا وهو الجانب الخاص بالعالقين من الاشقاء في فلسطين اللي كانوا موجودين بالفعل في آآ العريش او كانوا موجودين في مصر عمتا لما بدأوا الحرب قوات الاحتلال بدأتها على قطاع غزة كمانوش عارفين يرجعوا بلدهم تاني لكن فورا سريان آآ الهدنة وبعرض ما بدأت الهدنة على طول اتحرك آآ العالقين بموافقة من السلطات المصرية نهما يتحركوا الناحية التانية وبالفعل تحركوا وعادوا الى اراضيهم الفلسطينية وقالوا انه حتى برغم القصف الوحشي القوات الاحتلال اللي احنا هنرجع اراضينا واكدوا كمان شكرهم لي جمهورية مصر العربية وكمان للشعب المصري على قفهم بجانب القضية والان برجعلكم مرة تانية كل شكر لك كريم بيبرس من امام معبر رفح